تراجع تدفق الاستثمارة الأجنب المباشر إلى المغرب خلال العام الماضي بحوالي ملياري دولار هذا ما كشف عنه تقير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد معزياً ذلك إلى استعادة بعض الشركات الأجنبية وخاصة الأمريكية لإيرادتها من الخارج أو إلى قلة الثقة برأي بعض المراقبين هذه المسألات مع الأسف نقصة كما قلنا لا فيما يتعلق بمحاربة رشواء لا فيما يتعلق بالمنافسة لم يتعلق في الاقتصاد الريع كذلك في الردع ديال منظومة العدالة إذن هذه كلها حويج تضعف منتقات المستثمرة الجهات المسؤولة في المغرب تتوقع زيادة الاستثمار الأجنب المباشر بشكل طفيف سنة 2020 وفق استراتيجية جديدة تعتمد التنوع الاقتصادية الذي يجدب الاستثمار الأجنبي في مجالات التمويل والطاقة المتجددة هو البنية التحتية وصناعة السيارات كان المغرب فيما يخص الاستثمار الخارجي ستتحسن وبالتالي في سنة 2020 نعتبرها سنة الانتقالية سواء من ناحية استراتيجية للمرور من المرحلة التي عرفناها إلى آخر 2019 إلى مرحلة فيها نمو أقوى المغرب يحتل حاليا المرتبة الرابعة في تصنيف دول القارة الإفريقية الأكثر جدباً لاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق تقرير الأنكتاد لكن تحسين ترتيبه رهين بتحسين مناخ الأعمال والإدارة وهو ما يراه الشارع المغربي تدفق أو انكماش الاستثمارات الخارجية في المغرب حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لا تتحكم فيه السياسة الاقتصادية الداخلية فحسب بل يتعلق الأمر أيضاً بمدى نمو الاقتصاد العالمي ومن مخاطر الجيوسياسية العالمية والمخاوف من التخلي عن نظام تجارة الحرة الحديث عن الاستثمارات الخارجية في المغرب لا يجب أن يستني برأي العديد من الاقتصاديين العدد الهائل للمغارب المهاجرين في دول العالم معظمهم يتخوفون من الاستثمار في المغرب ويكتفون بالتحويلات المالية لعائلتهم في انتظار تحسين مناخ الأعمال كما يقولون عبد الحيل بقالي الحرة الرباط